لقد ثبت الآن مما لا يدع مجالا للشك أن جبهة البوليزاريو تحولت إلى ورطة للجزائر حقيقية وهذه الورطة الجزائر تدفع ثمنها وستدفع الثمن أكثر بعد مرور ما يقارب نصف قرن من الرهان على هذه القضية التي تحولت من قضية خلافية إلى قضية بلوى حقيقية على الجزائر والجزائريين حيث أن النظام العسكري في الجزائر بعدما أرادها أن تكون خنجرا في خسر المغرب تحولت إلى قنبلة موقوتة في بطون جنرالات الجزائر والتي إن انفجرت لا قدر الله ستحول البلاد إلى بل ستمزق شمل الجزائر جغرافيا وديمغرافيا الرهان على الأزمات من أجل تصفية الحسابات ثبتت بأنها مجرد سياسة غبية إلى أبعد الحدود فإذا أنت تصنع أزمة إلى الآخر فالآخر أيضا يستطيع أن يصنع لك أزمات وإن كان وضعك الداخل خاصة في ظل دولة الجزائر التي صارت دولة عسكرية بامتياز لديها صراعات ومشاكل في الشرعية وصراع حقيقي قائم بين الشعب والنظام وساء يسهل لك الأمور جدا بأن تتحول لقمة سائغة يجترك الآخرون وهذا الذي يحدث بالفعل كثيرون يقول لك الجزائر مواقفها ثابتة الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي كما تسميه في تقرير مصيره والجزائر رهانت دبلوماسيتها ومصالحها كل تحت أقدام البوليزاريو وهذا الخطأ الكبير والغبي جدا من طرف نظام العسكر الذي ينظر الأمور يا أسود يا عبيض فقط لكن المناطق الرمدية التي يمكن أن تأتي وتفرض نفسها في ظل متغيرات دولية في ظل قيوة كبرى تسيطر على العالم وتسير سياساته وتسير آفاقه واقتصادياته وكل شيء فيه وفق مقاربات للمصالح التي تكون في صالح الدول الكبرى والعظمى وليس في إطار ما يخدم مصالح دولة هشة من العالم الثالث والآن رهي أصبحت خارج إطار هذا العالم حقيقة مثل ما هو شأن الجزائر إذن الواقع راه سيء جدا فأول الأضرار والجنايات التي تسلطت على الجزائريين بسبب بوليزارو هو النزيف المالي حيث أنه في البداية كانت الجزائر تنفق الأموال من أجل شراء المواقف بل هناك حقيقة دول أخرى كانت من المعسكر الاشتراكي المعسكر هذا الذي يؤمن بالمقاومة والمعسكر الثورجي إن صح التعبير الذي أيد هذه القضية وفق هذه المقاربة مقاربة دعم حركات التحرر دعم الشعوب المستعمرة لأن الجزائر سوقت لها جزائر دولة خرجت من الاستعمار الفرنسي كانت لديها قيمة وهيبة بسبب ذلك الماضي الكفاحي في وجه الحلف الأطلسي وفي وجه القوة الكبرى تتمثل في فرنسا أعطالها واحد القيمة إذا اتجهت إلى أي قضية وصفتها بأنها قضية تحررية هناك من يصفق لها خاصة أنه توجد دول يأتقادتها إلى الجزائر وكانت الجزائر في تلك المرحلة قبلة للثوار مما خلص صوتها مسموع لكن الآن الأمور عكس ذلك تمام قلت في المرحلة الأولى الجزائر تشتري وتدفع في الأموال وتسلح وتعمل كل شيء من أجل أنها على أساس أن المغرب لديه أطماع في الأراضي الجزائرية في الصحراء الشرقية لأنه للتاريخ للتاريخ قبل الاتفاقيات وقبل الاستعمار وقبل فكرة الحدود الموروثة على الاستعمار هذه المناطق تاريخيا راهي فيها الكثير من الكلام ليتحدث عليه الناس المحيدين المختصين ويقولوا بأن هذه المناطق كانت تحت سلطة المغرب وفيها وثائق وفيها أدلة وفيها كثير من الأمور هذا على مستوى التاريخ ولكن جاءت الأمور في إطار الحدود الموروثة على الاستعمار للجزائر تقر بيها والإقرار بيها هو إقرار بأن ما قبل الحدود الموروثة عن الاستعمار كانت الخرائط الجغرافية غير التي هي موجودة الآن ولكن بعد ذلك حدثت اتفاقيات اتفاقية مع المغرب وتمت المغرب صادق عليها في 92 والمهم هذا الجانب على مسألة ترسيم الحدود ولكن هذه الاتفاقيات فيها شروط من بين الشروط قضية غارج بيلاد وأيضا أن الجزائر أي طرف لا تكون أراضيه مصدر للهجوم على الطرف الآخر ولكن الجزائر المغرب لا كانش هجوم على الأراضي الجزائرية من الطرف المغربي في حين أن الجزائر خصصت أراضيها لقوات البوليساريو تسلح وتعطيها العتاة وهي تستهدف المغرب هذا الواضح وهذا إخلال بهذه الاتفاقية المهم